اشتركوا في القناة والسياسية والقانونية والحرفية والمجتمع المدني تحت إشراف النقابة الوطنية لصحفيين التونسيين وبحضور خاصة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمع البصري والمرصد الوطني لمراقبة حرية الصحافة فصول القانون تناقش فصلا فصلا باعتباد على أهل القانون العام والخاص وفي انتظار الخوض النهائي في هذه المسودة استجوبنا بعضا من الحردين الذين لهم باع من المختصين ومن السياسيين الصحافة ونشروا اطباعها كان خاضع لمجلة الصحافة ومجلة الجزائية وعن نشكاليات حتى في تطبيق النص قانوني يتطبق طوال مجلة الجزائية مثلا وإلا للمرسوم 15 نوفمبر 2011 المرسوم تولي حمسة ضد إعادة سياقته كاملا جاء في سياق سريع ومرتبط في السنة الأولى للثورة وخدمته لنشة الخبارات اللي ترأسها سعياض بن عشور إذن ووقت حتى المهنة ما زالت ما تنظمتش لذلك جاءت نوع من التسرع وكان معناها التسرع يقتضي ومعناها يفرض نوع من النقاص بالضرورة هذه أسباب لولانية تطلب معناها لفرض إعادة سياقة النص المسألة الثانية يكون النص قانوني بعد 45 سنوات شلتوا في وقع متحرك كما الصحافة والعلام والنشر معناها ديناميكية كبيرة جدلين يفترضوا إعادة زيارة للصيانة العنصر الثالث اللي فرض هدايا هو الدستور نجمنا متنغمين مع الدستور اللي هي حرية دستورية وخلصة 40 اللي مرتكزات متع الحريات والضوابط وحدودها والفلسفة نحب نشير جدل الفريق اللي يخدم وهذا من أحسن الصور لتونس الجديد ولهنا قاعدين تطبقوا في حاجتين المجتمع المدني حاضر بقوة تقريبا هو واحده يخدم الثانية حاجة هي المقاربة التشاركية المقاربة التشاركية ما معناها؟ التركيبة يكتفها سياسيين عن الكتال المكترهجات جدت الجبهة جدت النهضة جدت النداء جدت أفاق هذو ما اللي ليتم على الأقل جاءوا قضاءات عدليين وقضاءات ديريين جاءوا سادة جميعين في القانون الجزائي الاستاذ باشي الفرشيشي في القانون العام سيري ضاج نيح عصي مصطفى الطيف إذن فما التنوع كبير وخاصة هذا اللي مفرحني الصحافين اللي هم أجارات نجم تقول هو العراف شي هو العراف مديري الصحف إذن نقول بالضرورة سننتجوا شي جميل كما أنتجنا معناها نص جميلة أعتبره متوازن اللي هو الدستور لكن اليوم بعد خمس سنوات من التجربة من التعاطي مع هذه فنك الحرية جاء الوقت للترشيد لأن الحرية هي مطلقة كحلم لكنها هي هناك ضوابط تنظمها كواقع لأن الحرية ما هيش حرية الشخص في أنه يكون كما يشاء وأنما حرية الصحافة هي في حرية الشخص في علاقته بالآخر يعني المعادلة فيها أكثر من طرف هذك عليش جاء الإعداد لهذا القانون هذي هذك عليش اليوم المجتمع المدني وفي مقدمة القطاع الصحفي والنقابلطين الصحفي والنقابلطين الصحفي في مقدمة هذا القطاع حبت أنه باش النص التشريعي الجديد يكون هو نص أساسا مهني ما يكونش نص سياسي متع حسابات ومتع توازونات سياسية يكون نص باش ينظم هذه الحرية ويحماها في نفس الوقت نص يستفيد من الرصيد متع التجربة اللي صارت خلال السنوات الخمس السابقة بيروح المهني والصحفي المتطلع للحرية والمتمسك بها لكن بنفس الوقت بروح المسئولية اللي يترشد الممارسة متاع الحق في الحرية لأنه كي مقتلك الحق هدايا ما هوش يفني حق يفني مطلق لأنه لا يتعلق بفرض وأنه ما هو يتعلق بأكثر من طرف يعملوا جميعا في نفس الفضاء نحن الآن نحن الآن مضى على الثورة خمس سنوات خمس سنوات البلاد تعيش فيها تعددية حقية وحرية تعبير يعني كاملة بضمانة الثورة أولا ثم بضمانة الدستور والقانون اللي ينظم أو المرسوم اللي ينظم هذه الحريات هو المرسوم مية ومس ستاش بعد سنوات هذه بدون شك هناك الكثير من المشكلات التي حصلت هناك الكثير من الصعوبات وتبين بأن هذا المرسوم كإطار لممارسة حرية الأعلام وممارسة مهنة الأعلام في مناخ الديمقراطية والحريات لم يعد يعني يستجيب ربما لانتظارات أهل المهنة والانتظارات المواطن بصفة عام في إطار معنا تلك الحقوق التي ضمنها الدستور ومن الحق في الأعلام وفي إطار التعددية معناها المكفولة أيضا في الدستور كيف ننظم اليوم معناها المهنة الصحفية وكيف ننظم معناها المهنة الأعلامي سواء كان إعلام عمومي ولا إعلام خاص ولا إعلام مرئي ولا مسموع ولا مكتوب ولا إلكتروني باعتبار هناك ثورة اتصالية وهناك ثورة سياسية وهناك معناها اليوم انفتاح تام للفضاء العام وانتظارات كثيرة معناها والإعلام هو أحد ضمنات الديمقراطية وأحد معناها العناصر الأساسية في النظام والتجربة الديمقراطية ولكن يمكن يكون أيضا سلاح ذو حدين وبتالي ضروري اليوم معناها أنه تتم معناها مراجعة هذا المرسوم حتى نوفر الإطار القانوني ونوفر المؤسسات والآليات الكفيرة بأن تحفظ معناها الحرية الأعلام وفق المعايير الدولية وفق معناها أخلاقيات المهنة وفق انتظارات التوانسة وليه هذا النص هو قبل كل شيء نص يضع إطار لإعلام حر تعددي ديمقراطي يحترم أيضا أخلاقية المهنة أولا والضوابة المتعارف عليها في الدول الديمقراطية فبطبيعة الحال هو يحمي حرية الصحفي يحمي جودة المنتوج الصحفي يحمي الحق المواطن في إعلام جيد وهو أيضا يحمي هؤلاء جميعا أي الصحفي والمؤسس الصحفية والمواطن من التجاوزات أو ما سماه البعض أحيانا انفلائكات أو خروقات فبطبيعة الحال المبدأ هو الحرية وتقييدها أو الحد منها هو الاستثناء في مجتمع الديمقراطي وهذا النص أعتقد أن هذا المشروع بعنوانه ومحتوياته يعطي المبدأ المكان الأولى والرئيسية ولكنه طبعا يقيد أو يضع بعض القيود تجنبا للتجاوزات أو الانفلاتات فأنا أعتقد أنه المشروع في فلسفته مشروع ديمقراطي قبل كل شيء مشروع تحرري هو مشروع مسود أولا ما زال باقي نوع من بعض النقاش حول بعض الفصول لكن الغاية من هذا المشروع واضحة هو أنه تنظيم حرية التعبير والأعلام والصحافة وطبعا وضع أيضا الضوابط وطبعا قواعد دعم هذه الحرية معناها فما هدفين مهمين جدا هما وضع ضوابط طبعا فمشقة الحرية بدون قيود فما بعض القيود وبعض الضوابط التي يجب احترامها لكن أيضا يجب أن ينص القانون على دعم وحماية هذه الحرية حتى يتسنى للأعلمين وللمختصين في هذا الحقل أن يمارسوا هذا الحق بكل أولا بكل أمان يعني ما يكونوش مهددين ما يكونش كذا إلى غير ذلك دونك هنا يأتي القانون ليحمي كل العاملين في الحقل العالمي ويؤكد أيضا على المسؤولية التي يجب أن يحترمها العاملين في هذا الحقل فلسفتنا نحن الحرية فقط تولد الانفلات الضوابط فقط تنتج الرقابة التي قتل عليها هي الرقابة المسبقة والتي تعارض مع الحرية إذن الفلسفة تقوم على إيجاد توازن بين الحرية وحدودها والمسؤولية هذا يجرنا مثلا إلى مقارنة التطور وصيرورة زوز أعلى مين الأعلام المرئي والبصري دوديو فيزيوال والأعلام المكتوب الأعلام السمعي البصري جراس الهايكا كهية تعديلية ونحن كقضاء عندنا أخطاءنا الهايكا عندنا أخطاء والصحفيين جد عندهم أخطاءهم لكن رغم كل ذلك صار بدت نرسي وفي نوع من التقاليد ونوع من السلطة التعديلية للقتال العالم البصري هذا حاول أنه نسع وفي الصحابة المكتوبة عن طريق الحاجة يطلبوا بها أهل المهنة من أصحاب الصحف ومن صحفيين مجلس الصحافة كهية تعديلية تراقبه تراقبه خاصة ما لاحظناه هو غياب هذا المجلس أدى إلى سهولة اختراق الصحافة بالمال الفاسد مش عبر الباب بقط بالباب ومش باب مصطح وعوى ماء وأفسد العلام الفلسفة التي تقوم المبدأ هو الحرية المراقبة المسبقة لا سبيل إليه خاطر أنظمة الدكتاتورية والمقيدة وهذا ينتهى بعد الثورة وبالدستور جديد كلها رقابة لاحقة بطبخة فلسفة تونسية وتقريبا مكتر إبداع تونسي ومعناها في نطاق حسب مراعات معناها إمكانياتنا وفلسفتنا ومعناها بنظالات وطلبات الصحفيين الأعراف من الصحفيين وصحاب المؤسسات وخاصة إنما بحاجة كبيرة برشا هي لإنتجت الدكتور التونسي المدرسة القانونية التونسية